والشيء المميز في مؤمن روحه المعنوية عالية جدا ومتفائل جدا أنا نهارده ساعدت بيه حينما شفته أنا ساعدت بيه النهارده يعني أنا شفت واحد زمن الحاج متفائل دائما يذكر ربنا سبحانه وتعالى بيقول مثلا أنا هارجع بعد أسبوعين يا رب سيتارجع بعد أمين إن شاء الله واحد من الأشياء اللي كانت في برنامج مجلس الإدارة والبرنامج الانتخابي كان المؤسسة النادي المجتمعي هذه أشهرة من شهرين الحمد لله شو دورها أنا بنعرف أكثر عن وشو رح تسوي مؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعي ده المسمى بتاعها ده كان من ضمن برنامج الانتخابي بتاعنا النادي الأهلي لازم يبقى دور ليه دور مجتمعي ولازم يساعد في المجتمع لإن النادي الأهلي مع الحمد لله شعبية كبيرة جدا في كل مكان موجود في مصر وخارج مصر النادي الأهلي النهاردة طالما يستطيع من خلال العمل ومن خلال شعبيته أنه هو يساهم في تنمية مجتمعية لبلدنا أعتقد النادي الأهلي مش موجود يتأخر النادي الأهلي ده هدف رئيسي بنسباله تم إشهر خلاص الحمد لله المؤسسة دي دلوقتي في الاجتماعات الاجتماعات التحضيرية لانطلاق العمل واللوايح اللي تتحط عشان دي برده دوابط لازم كلها تتحط ودي بقى أنت بتأسس بموضوع مظبوط عشان إن شاء الله أنا ما يبتدي وهيشمل يعني على مستوى البلد هيشمل كل الأمور اللي ممكن الأهلي يساعد فيها زي زي أي مؤسسة خيرية لديها دور فالنادي الأهلي مش أهلي من ده فالنادي الأهلي بشعبيه دي يجب أن يكون هو كمان اللي يدور كده ومتى بتفعال بشكل رسمي أشهرت لك الحمد لله شهرتا الحمد لله والرخصة طلعت كل حاجة دلوقتي بقول الاجتماعات التحضيرية في لجنة تنفيذية بتحط لنا ضواء يعني ليحة بتحط لنا لازم يكون فيه الأمور المالية دي مهمة جدا بتتتلقى أموال من الناس فلازم يكون فيه منتهم انضباط فهذا الأمر من الناس المسؤولة في أمين صندوق موجود وأمين الصندوق هو عيده مجلس دار في الأساسة دي اللي هو طريق أنديل وعيده مجلس دار الآخر الأستاذ محمد الجرحي اللي كان برده ده من ضمن الملفات اللي كنا بداياتنا عشان احنا كل البرنامج الانتخابي ده خدنا البرنامج الانتخابي قسمناه على أضع مجلس دار كل واحد يقوم بدور من ضمن الأدوار اللي كان محمد الجرحي بيقوم بيها والحقيقة سعى فيها لدرجة إلغاية ما خدنا الترخيص الحمد لله